الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة القسم الثاني في مادة بحوث العمليات ان شاء الله نكمل المثال السؤال اللي حلينا اخر مرة حلينا السؤال طبعا احنا عوضنا في اكس واحد اوكي عشان نعرف اي القيمتين اعلى بعدين اخذنا له المعادلة الاولى قصلناها على اربعة وحلينا المعادلة في المعادلة صفر واحد واثنين بحيث حولنا عمود اكس واحد الى اصفار واحدات الان يكون شغلنا على اكس اثنين اجي اول خطوة اعملها بعد ما انتهن الان اقوم عشان ايضا اتأكد ان المعادلتين ايهما اصغر عشان اشوف ايهما اصغر وش اسوي اتعامل مع اكس اثنين اجي اقول نتعامل مع اكس اثنين بحيث القانون هذا اخذناه سابقا بحيث نحسب القيمة نقول له قيمة الطرف الايمن على معامل اكس اثنين تساوي عندي القيمة اعشان اعرف ايهما اصغر نجي نحسب عندي قيمة هنين قيمة هنين قيمة هنين نقول هادي مسان واحد ومعادلة اثنين اجي اقول القيمة اللي على الطرف الايمن كان اشرين للمعادلة واحد معامل اكس اثنين صفر فاصلة خمسة اللي هو نصف صفر فاصلة خمسة نجي المعادلة الثانية قيمة الطرف الايمن تسعة ونصف قيمة اكس اثنين ثلاثة ونصف بعد ما عرفت القيمتين اجي اقسم كم تطلع لي اشرين على نصف اوكي تسعة ونصف طلع لي الماء اربعين ارباطعش وهذا يجلنا على ان القيمة تضل كما هي يعني ما نغير الصفوف في البداية غيرنا الصفوف عشان الترتيب الآن ما نغيرها لان نحن تأكدنا انه اكس اثنين يصون لما عارضنا في اكس اثنين ايضا ان القيمة كما هي فنخلي الصفوف كما هي نجي الان نعبي الجدول نقول نقسم على المعادلة الثلين قبل شوي قسمنا على المعادلة واحدة حننتقسم على المعادلة الثلين المعادلة الثلين على ثلاثة ونص من ونجيبت الثلاثة ونص نسع سعر كما هذه الثلاثة ونص قبل قسمنا على اربعة كانت هنا نحن نقسم على ثلاثة ونص اوكي اجي اقول ثلاثة ونص اوكي قسمة ثلاثة ونص ثلاثة ونص قسمة واحد ثلاثة ونص قسمة صفر فاصلة خمسة سبعين ثلاثة ونص قسمة سعر بعين لما اجي قسم ثلاثة ونص طبعا هذا بكون كما هو لا يتغير واحد صفر سالد ثلاثة انا ما غيرت كما هو صفر اتنين فاصلة خمسة اتنين هادي ايضا كما هو صفر واحد صفر فاصلة خمسة صفر صفر فاصلة خمسة ونص هذا ان شاء الله قلنا اللي بيتغير السطر الاخير نقسم ثلاثة ونص على السطر الاخير ثلاثة ونص قسمة ثلاثة ونص هذا كما هو طبعا ثلاثة ونص قسمة ثلاثة ونص واحد ثلاثة ونص قسمة واحد صر واحد اذا ثلاثة ونص ثلاثة ونص قسمة سالب صفر خمسة وسبعين تكون سالب صفر سبعة خمسة ثبها كما هي قسمة ثلاثة ونص اوكي ثلاثة ونص افوا تسعة ونص تسعة ونص ليه هذه قسمة ثلاثة ونص والجواب أربعة عشر حلينا الجدول قسمنا الآن نجي نقوم بالمعادلة نقول عشان نغير القيام احنا هذي عندي واحد عشان نغير قيمة هذي وهذي اوكي نقوم واشو سوي اقول ااخذ هذي بإشارة معاكسة طبعا اقدر ابدع فوق اقدر ابدع بصفر ما يفرق يعني اقول سالب صفر فاصلة خمسة في اكس اثنين اوكي زائد المعادلة رقم واحد نكتبها في المعادلة رقم واحد اوكي نجي نعب بالجدول رجب اكتب اللي تحت كما هو واحد واحد ثلاثة ونص وصفر فاصلة صفر خمسة سالب ثلاثة ونص اكتب اجا يقول الان سالب صفر فاصلة خمسة سالب سالب صفر فاصلة خمسة اوكي ضرب واحد يساوي سالب صفر فاصلة خمسة زائد صفر فاصلة خمسة ضرب وشاوي سالب صفر فاصلة خمسة ضائد فاصلة خمسة وهذه قم جواب صفر سالب 0.5 ضرب 1 على 3.5 زائد 0 فأجي أقول سالب 0.5 ضرب 1 على 3.5 يتوحد المقامات فأتصير سالب 0.5 على 3.5 واجه أكتبها سالب 0.5 على 3.5 سالب 0.5 ضرب 0.5 على 3.5 يطلع الجواب عندي أكتبها كما هو أنا هذه القيمة فرقيها لا يوجد سالب 0.5 ضرب 0.75 على 3.5 أكتبها القيمة الأخيرة كما هي أقوم أقول سالب 0.5 ضرب 14 يساوي سالب 7 زائد 20 ساوي 13 السالب 0.5 سالب 0.5 من هنا ضربناه في X2 اللي هي 14 هي أخر عدد ثم üzودناه المعادرة رقم 1 اللي هي eticator 10 ladı ال bekett sights 13 أكتب اث 13 طبعا هذا الجواب كما هو وما أنه من السابق غيرنا هذا يبقى عدنا الصف الأخير له زد أجل قول ثلاثة ضرب ثلاثة منون جبتها أجل سهل بثلاثة فأخذنا بثلاثة بإشارة معكسة عشان نحملها لقيمة الصفر ثلاثة ضرب X2 اللي هو المعادلة 2 زائدا المعادلة رقم صفر تحولنا إلى المعادلة رقم صفر نقوم نحل في هذه الشكل نقوم نقول ثلاثة ضرب واحد ثلاثة ضرب واحد ثلاثة زائد شعب ثلاثة وشعب صفر هذه القيم لا أغيرها مثل ما هي أوكي أحين أقول ثلاثة ضرب واحد على ثلاثة ونص أوكي زائد صفر تصير ثلاثة على ثلاثة ونص الآن أجي للعدد الأخير أقول ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب صفر فاصلة خمسة وسبعين على ثلاثة ونص زائد ثلاثة ونص يكون الجواب سالب ثلاثة ضرب صفر فاصلة خمسة وسبعين على ثلاثة ونص لا يحتاج أني يجاوب عليه لما لقيمه زي ما قلنا ثلاثة أربعة ثلاثة أنا الآن حولت كل هذه الأشكال الأعداد عناصر حولت العناصر هذه إلى مصفوفة الآن حولت هذه الأناصر إلى مصفوفة مصفوفة وحدة هذه المصفوفة الوحدة الآن بما أن الأعداد طلعت عندي القيام خلاص أنا أعرف الآن أي أي هم القيمة العظمى بالطبع القيمة العظمى 242 لم يحاق فأجأة أقول الحل الحل إكس واحد تساوي 13 إكس اثنين تساوي 14 زيت تساوي 2 4 2 هذا هو الجواب شكرا تساوي تساوي تساوي